كابتن فيتال اللي الآن كل الأسئلة عم بتدور حوالي القائمة الخاصة بمنتخبنا وشباب النجامة قبل المعسكر للإمارات أكيد اليوم معنا كابتن فيتال لنحكي أكثر وأكثر عن هذا الموضوع أيضا عن أسئلة ممكن أنه يطرحها الشارع الرياضي أهلا وسهلا فيك كابتن فيتال معنا على القناة الرياضية وبداية كل عام وأنت بألف خير أهلا وسهلا أهلا وسهلا نتحدث بداية كنت متابع جيد جدا لكافة المباريات بالدوري المحلي لكرة القدم كنت حريص داخل البلاد وخارج البلاد أنك تشاهد كافة المباريات حدثنا أكثر كيف كان الدوري دوري 2020 أستطيع القول أنني وكافة فريق الفني أينما تواجدنا كنا نراقب جميع المباريات واللاعبين نستطيع أن نراقبهم فنيا وجسديا ويمكن القول أن الدوري هذا العام كان قاسيا وقويا لكن أيضا سطع نجم عدد من الأندية كالرمثة والسلط والحسين في مرحلة الدهاب لكن تغيرت المعطيات في مرحلة الإياب وأنا كمدير فني أرى أن المنافسة كانت بين المراكز من الثالث وحتى السابع وكنت سعيدا جدا لرؤية عدد من المباريات الجيدة هل خرج الدوري بعدد من الأسماء الجديدة؟ شاهدنا على الساحة عدد من الأسماء التي برزت خلال هذا الموسم لاحظتم هذه الأسماء؟ هل ممكن أنها تكون هي الممثل الرئيسي لمنتخبنا الوطني في الأعوام القادمة؟ بالنسبة لي أقدم شكر الجزيل للمدربين الذين أشركوا لاعبين صغار العمر وعيدين للمستقبل كنادي شباب الأردن والفيصلي والوحدات سحاب الصريح ومعان ووضعوا الثقة بهؤلاء اللاعبين الذين سيخدمون مستقبلا في المنتخب وأيضا في الفريق الرديف وهذا جيد بالنسبة لي خصوصا في حال حدوث أي إصابات بالفريق الأول هناك العديد من الأسماء التي تم وضعها في القائمة كأسماء جديدة معك في المنتخب ضمتها قبل معسكر الإمارات نتحدث أكثر ومنها اسم زيد جمال أبو عابد أنا أعرف زيد منذ زمن لديه قدرات بدنية وفنية عالية ويقدم مستويات جيدة في الميدان وهذا ما يهمني وبغض النظر عن علاقتي مع والده الكفتن جمال أبو عابد فهذا شيء مختلف وعندما تواصلت مع زيد قلت له إن وجوده بالمنتخب لكفاءته فالخلافات ممكن أن تحدث ولا تفسد للود قضية زيد يستطيع أن يضيف للمنتخب والآن هو من سيظهر مهاراته مع الفريق الشارع الرياضي تحدث عن عدد من الأسماء ممكن أنه غير موجودة في القائمة لديك كابتن جيتال مثل أحمد الياس مثلاً مثل عدد من الأسماء التي طالب الشارع الرياضي بأنها تكون موجودة معك في القائمة أنا لا أراقب المباريات وحدي فالأدية مساعدين وفريق فني أيضاً يراقب المباريات وأداء اللاعبين وكل يومين تقريباً كنا نتواصل عن طريق الهاتف أو حتى عن طريق سكايب لتباحثي في أمر اللاعبين نتحدث في مهاراتهم قدراتهم البدنية والفنية لدينا لاعبين أصحاب مهارات عالية ولذلك أيضاً نقوم بتنظيم المعسكرات التدريبية دون تواجد المحترفين أنا أؤمن جيداً بالمهارات الموجودة في الأردن وهذا ما أتمنى أن يتناوله الإعلام والمشجعين وأن يكونوا شركاء داعمين لرفع مستوى ومعنويات اللاعبين أنا أصحاب مستوى ومشجعين في الأردن عندما يتناوله في الأردن